كان محور حديث اليومين اللي فاتوا وإذا تحدث بيتسو فعلينا أن ننصت نشوف مستر بيتسو ألي السلام عليكم تبقى مباراة واحدة فقط لنلعبها أعتقد أن كأس العالم للأندي بالنسبة لنا أو بالنسبة لأي نادي يمثل أفريقيا تعد ملحمية كذلك هو الحال بالنسبة لفريق الهلال الفريق كبير بطل آسيا الذي نكن له الكثير من الاحترام الشيء الجيد لنا أنه لا يزال لدينا ما نلعب من أجله ميدالية ننافس عليها نحن نأمل أن نهدي إفريقيا ميدالية كما فعلنا العام الماضي بالطبع أردنا أن نفوذ بميدالية مختلفة لكن الوضع الحالي ألزمنا بالمنافسة على نفس الميدالية يجب علينا أن نكون شاكرين لأنه لا زال لدينا تلك الفرصة حيث أنه ليس كل الفرق في إفريقيا في آخر موسمين لديها نفس الفرصة التي لدينا سنواجه فريقا أحرز ستة أهداف في هذه النسخة سنواجه فريقا رائعا كما شاهده الجميع أمام تشيلسي أعتقد أن الشوط الثاني كان رائعا وهذا أعطانا الفرصة أن نعمل بالاجتهاد أكبر لأننا سنواجه فريقا رائعا ولأكون صادقا فالهلال ضد تشيلسي كان قادرا على بلوغ الوقت الإضافي وربما يفوز بالمباراة هذا يظهر لنا أن مستويات كرة القدم تتقارب جدين بين إفريقيا وآسيا ولم يعد الأمر كما كان سابقا بالنسبة لنا فواحدا من أفضل الأشياء التي قمنا بها أننا صححنا أخطاء الماضي أمام مونتيري حيث لم تكن لدينا عنهم أي معلومات إلا أنه الفريق الذي هزمنا في السابق في هذه المرة صححنا هذا الخطأ وحولنا معلوماتنا عن مونتيري الشيء جيد حتى ضد بالميراس رغم أننا خسرنا ضدهم لكن كما رأيتم لديهم فريق رائع لكننا فزنا عليهم العام الماضي فتاريخنا يقول إننا نتحسن وكنا على وشك بلوغ نهائي لذلك سنبدل أقصى ما لدينا في هذه المباراة الصعبة سنلعب ضد فريق كبير لديه لعبون من بورتو ومن الدور الإنجليزي كل هذا يرينا قوة الهلال والقوى الشرائية لديه لكن بالطبع لن نركز كثيرا على هذا الأمر حيث لدينا ثقة في أنفسنا وسنبدل أقصى ما لدينا نحن بدأنا الشوط الثاني ضد بالميراس بشكل أفضل كنا ثابتين وواثقين أكثر إذا بدأنا المباراة بنفس الأداء الذي بدأنا به الشوط الثاني ضد بالميراس فسيكون لدينا فرصة أن نحرز شيئا لأنها ليست مباراة سهلة والشيء الجيد بخصوص هذه المباراة أنه فريق عربي هو من سيفوز بالميدالية فهذا شيء جيد للشرق الأوسط أن يفوز فريق عربي بالميدالية البرونزية يمكنك أن ترى الناسطة التي تكون لديهم بخصوص هذه المباراة إنها مباراة ولكن في عام الماضي نحن مباراة لذلك نحن مباراة بخصوص هذه المباراة كما لا نحن نحن إلى المباراة هكذا بيتسو يرصد يفهم يعرف يحترم ولكن لا يخاف ده الكلام واضح عرف كل حاجة عن الهلال قوت الشرائية رصد لعبي ولكن قال كبرياء الأهلي وأنا بقالي يومين أعول على شيء واحد فقط وهو كبرياء النادي الأهلي إن شاء الله يجيد بيتسو مسماني التعامل مع هذه المباراة كعادته إن شاء الله في التعامل مع المباراة الكبرى تاريخ حافل منذ انضمام للنادي الأهلي وقيادة الفريق في المواجهات الكبيرة دايما حاضر دايما موجود نتمنى إن شاء الله في المواجهة الكبرى غدا يكون حاضر يكون موجود ويحق إنجاز لم يسبقه أي مدير فني على الإطلاق بتحقيق مدلتين برونزيتين للعام التاني على التوالي